مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا لبودكاست وقت للطفل باللغة العربية أنا ميادة قرجوان لي مركزة المشاريع الصحية في معهد خروب ويسعدني أن أكون معكم اليوم اليوم رح نستضيف يعاد غنادري حكيم أخصائية نفسية إكلينيكية وموجهة مسؤولة الخدمات النفسية في صندوق المرضى كلاليت للأطفال والبالغين ورئيسة رابطة السيكولوجيين العرب لحتى أن نتحدث ونحكي شوي عن الصدمة نفهم شو معنى الصدمة شو تأثيرها على الأطفال وشو ممكن يساعد الطفل في التعامل مع الأحداث الصادمة مرحبا يعاد كيف حالك؟ أهلا فيك ميادة وبجميع اللي عم بسمعونا يعاد تعالينا نبدأ من البداية ونحكي ونحاول نفهم سوا شو اللي يعتبر حدث صادم للطفل الحدث الصادم هو حدث صعب كتير اتعرض له الطفل أو أحد أحباؤه الحدث الصادم هو حدث اللي من خلاله الطفل اختبر خطر مباشر على حياته أو على حياة اللي بحبهم وهذا الخطر هدد صحتهم النفسية أو البدنية والمهم إنه هذا الحدث يفوق قدرة الطفل على التأقلم أمثلي على ذلك مثلا حادث طرق اللي بتعرض له الطفل حريق اللي بحدث بمنطقة قريبة من الطفل تعرض الطفل لعنف مستمر فقدان أحد الراعين الأم الأب أو حتى تعرضهم لحادثة أمام الطفل الصدمة ممكن تكون هي صدمة عبارة عن حدث لمرة واحدة أو ممكن تكون أحداث مجهدة مستمرة ومتتالية مثلا مرض مزمن اللي بعيش فيه الطفل أو مرض مزمن لأحد الوالدين اللي بأثر على ظروف الحياة وبيأدلها ظروف حياة قاسية جدا كمان يعتبر حدث صادم يعني هون يعاد أنت بتحكينا أنه مش بالضرورة أن كل حدث صعب يكون حدث صادم بنفس الوقت نظبوط أولا صحيح جدا اللي بتقولي لا يمكن بالحياة أنه إحنا نتجنب الأحداث الصعبة بشكل كامل الأحداث الصعبة والصادمة هي جزء لا يتجزأ من الحياة ولكن مش كل حدث صعب هو حدث صادم الحدث الصعب يتحول إلى حدث صادم في حال لم تتوفر الموارد النفسية داخليا أو مصادر دعم خارجي اللي تساعد الطفل التغلب على أثار الحدث الصادم مثلا لما إحنا منمر أو الطفل بمر بحدث صعب كتير أكيد رح يختبر بعض العوارد نفسية ذهنية جسدية طفل مر حادث طرق وهو رايح على المدرسة ممكن يخاف كتير أنه يروح على المدرسة لفترة معينة أغلبية الأحداث الصادمة بيكون عند الأطفال ردود فعل طبيعية لأحداث نسميها غير طبيعية ولكن ردودة الفعل هاي بتكون طبيعية ما دام استمرارها كان لفترة محددة في حال هاي ردود الفعل استمرت أكثر من أسابيع أو أشهر محددة فإحنا منقول إنه هذا تحول من حدث صعب جدا لصدمة إلها أثارها بعيدة المدى على الطفل وهو كتير مهم اللي بتحكيه يعاد وهذا بيجي من على الموضوع إنه إنه هيك للسؤال اللي أسألك كان هل الإساءة أو التنكيل أو التعنيف ضد الأطفال حسب رأيك بيعتبر حدث صادم؟ بالطبع إحنا حكينا إنه الأحداث الصادمة ممكن تكون محددة أو الأحداث الصادمة ممكن تكون حالة مزمنة قاسية التنكيل النفسي أو الجسدي أو حتى الإهمال للطفل إهمال إكفاء احتياجاته النفسية والعاطفية احتياجاته بالرعاية بالحب إهمال صحته إهمال تعليمه وما إلى ذلك هاي كلياتها أحداث اللي بتأدي إلى تراكمات على الصحة النفسية والبدنية على الطفل ومنشوف أثارها بعيدة للمدى على طوال الحياة إحنا منشوف إنه هدول الأطفال بيختبروا خوف على توتر عصبيه صعوبات من النوم منشوف إنه هدول الأطفال بيكون عندهن صعوبات سلوكية والصعوبات السلوكية ممكن تكون مثلاً اجتماعياً بالأقطاب إما الطفل بتحول لإنسان مثلاً عنيف جداً وينفعل لكل إساءة أو الطفل ممكن يتحول لطفل منسحب ومتوحد يعني بمعنى إنه يميل إلى الإنزواء فالتنكيل النفسي العاطفي الجسدي الجنسي هي واحدة من أصعب الإساءات والصدمات اللي بتعرضو لها الأطفال هل بتصوري يعاد الصورة الكبيرة هيك تبا تقديش الصدمة بتأثر على الأطفال وكيف كمان مش بس بتأثر عليهم أم أطفال كم بتأثر عليهم لما يكبروا ويصيروا كبار كبالغين صحيح صحيح مية بالمية لأنه التجارب الصدمة بتأثر على التطور الصحي للطفل كمان التطور الذهني كمان التطور الاجتماعي العاطفي السلوكي وحتى التطور الجسدي وبستمر تأثيرها خلال مراحل البلوغ كافة اللي منشوفه مثلا من التأثيرات على الجانب الذهني إحنا منشوف أطفال اللي هن بيختبروا صعوبات بالتركيز منشوف أطفال اللي عندهن عدم كدرة على التفرغ لتعلم مهارات جديدة وبالتالي بيأثر على قدراتهن على الدراسة وهذا طبعا بيأثر على اختيارهن للمهنة وقدراتهن بالمستقبل للاتزام في سوق العمل إحنا منشوف أطفال اللي التنكيل أو الصدمة بتأدي إلى بكاء وحزن ومخاوف اللي بالتالي مستقبلا بتأدي إلى الكثير من المشاكل والاضطراوات النفسية مثل الاكتئاب إلى آخره في أطفال اللي تأثيرات الصدمة بتتحول إلى مشاكل سلوكية ومنشوفهم بتحولوا لأطفال عدائيين للمجتمع ومستقبلا ممكن يشوف يفوتوا بمشاكل مع القانون بدي أشير هون إنه جزء كبير من الأطفال راح يختبروا أفكار اللي بتتعلق بالموت وبتتعلق بالانتحار وبالبلاد بالذات النسبة مرعبة هي ميادة يساوي 33% من محاولات الانتحار اللي بتتم بالبلاد هي محاولات انتحار اللي بيرتكبوها أطفال ومش بالغين فهون إحنا بدنا ننتبه لهاي النقطة وإضافة إلى ذلك كان في أبحاث اللي أشارت إن الصدمات المستمرة بتأثر حتى على مبنى الدماغ وبتأثر على المادة الوراثية اللي عندنا وبتأثر على الجينات وبالتالي على كل منظومة ردود الفعل اللي الطفل بسويها بتأثر على الكشرة الدماغية بتأثر على اللوز الدماغية وبتأثر على المادة الوراثية بمعنى إنه صدمات متتالية في الطفولة بيكون أثرها كمان على مبنى جسدي وفيزيولوجي عند الطفل وليس فقط مبنى العاطف عنده قديش مهم اللي بتحكي يعاد وبتخيل في كتير من اللي عم بيسمعونا يمكن الأول مرة عم بيسمعوا قديش الأحداث الصادمة أو الصدمة بشكل عام ممكن تأثر على الطفل بشكل هالقد كبير اللي كمان تأثر على صحته وعنموه وعلى حاجته وعن جد للحماية وإنه يتطور يعني أنت بتوصفي إنه هون الطفل بيفقد هذا الشي بحياته صحيح نتيجة للصدمة يعني موضوع الحماية هو موضوع مهم كتير ميادة وللأهالي ولل كمان الشباب والصوايا اللي عم بيسمعونا النمو الصحي عادة لأي إنسان لأي طفل يبنى على افتراضات تجاه هذا العالم مثلا الافتراض الأول أنا كطفل أنا صغير وهناك فيه إنسان كبير الكبير رح يحميني الكبير رح يحبني وبالتالي أنا إنسان أستحق الحب أستحق الرعاية أستحق الحماية الآخر اللي عم بيحبني هو مثال للعالم برا إذن العالم محب العالم فيه خير العالم مكان آمن اللي أنا بقدر أعيش فيه وأتطور ورح أعمل خير وألاقي خير هاي افتراضات أساسية اللي بتنظم نظرة الطفل للحياة ولكن الطفل اللي بتعرض لصدمات عمليا كل العدسة تبعته تجاه منظومة هاي العلاقات مع نفسه مع البالغ مع الآخرين ومع الدنيا بتكون علاقات النظرة والعدسة بتكون عدسة مشوشة بيكون عدسة اللي فيها بلبلي مثلا هذا الطفل رح يستصعب يثق بالآخرين لأنه الآخر هو اللي ينكل فيه مثلا فهو رح يكون عنده صعوبة بالوسوق بأي آخر تاني بيصير عنده افتراضات خاطئة حول العالم مثال العالم بالضرورة شرير افتراضات خاطئة حول نفسه أنا إنسان سيء والعالم رح يعاقبني أنا إنسان لا أستحق الحب أنا إنسان لا أستحق الخير الطفل بيصير يشوف نفسه والآخرين كليه الشر ويتصرف على هذا الأساس وبالتالي إحنا منشوف إنه هدول الأطفال في البلوغ الأطفال اللي ما حظيوا بالأمان العاطفي الأساسي في الطفولة إحنا منلاقي إنه بالبلوغ هن بعيدوا تكرار التجربة من خلال الدخول في علاقات موسيقى مرة ثانية أو ممارسة سلوكيات اللي هي موسيقى بالضرورة كمان مرة لأنه هن مبنيين باللاوعي على النظرة تبعتهن سلبية تجاه العالم وتجاه الذات قديش بيأثر الإشي أكيد عليه كمان بحياته المستقبلية وبفكر أنا بالإشي كمان من ناحية مجتمع عربي قديش إحنا كمجتمع عربي ممكن نتقبل أو نفهم أثر الصدمة لحياة الطفل أو نكون فهمانين كمان كأهل كمهنيين هذا الموضوع وقديش من ناحية تانية في تقبل من المجتمع اللي احنا عايشين فيه للاعتراف بالصدمة بشغلك يعاد قديش بتحسي الإشي مااخد صدى أو مااخد محل أو مساحة إحنا السؤال صحيح بالنسبة لكافة المجتمعات مش بالذات المجتمع العربي إحنا كأهالي كمجتمع عربي منحب أبنائنا كتير ومنحب لهم الخير ومنحب إن يكونوا أحسن منا كأهالي كمان يكون مستقبلهم أفضل من المستقبل اللي إحنا عايشينه وللأسف ظروف الحياة في هاي البلاد بالذات للأطفال العرب اللي هن موجودين على هامش الهامش من ناحية كتير قضايا ظروف الحياة قاسية جداً الأهالي ردود فعلهن النابعة من حب أحياناً مبنية شوي على جهل بالمعلومة فجزء من الأهالي بيفكروا إذا إنه إحنا ما حكينا مع الطفل عن الصدمة هو رح ينسى يكبر وينسى وصغير لسه مش حاسش مش رح يفهم ورح ينسى أو بيكون فيه افتراض إنه بما إنه الطفل قصير وصغير فكمان الثمن النفسي رح يكون قليل قليل ومحدد وهذا غير صحيح الأثار اللي بتصير على نفسية الأطفال في الطفولة المبكرة بعيدة المدى وعشان هيك نتيجة الحب اللي الأهالي بيحبوه لأولادهن إحنا كمهنيين دورنا إنه نساعد الأهل إن بلا يعطوا مكان للحديث مع أطفالهن عن الأحداث المجهدة والصادمة اللي هني عم بيختبروها أكيد كش كتير مهم شو ممكن يساعد الطفل لحتى يتعامل مع الصدمة؟ أولاً إحنا بساعد الطفل عدة شغلات بساعده إنه يكون فيه بالغ اللي عم بيقول للطفل أنا موجود حدك وأنا موجود حدك من أجل إنه أنا أساعدك أولاً إنه الطفل ما يشعر إنه هو وحيد بالتعامل مع الصدمة اللي ساعدته البالغ اللي حوالين الطفل إن كان راعي أب أم معلم أخ كبير مرشد نفسي أخصائي اجتماعي مهم جداً إنه يحكي مع الطفل عن الحدث الصادم اللي جرى هلأ الحديث عن الصدمة هو مش عبارة عن محاضرة إحنا منقعد الولد والله ومنعمل اجتماع عالي ومنحكي وإنما هو حديث كل ما يسحلنا ويتسنح لنا الفرصة إحنا نشير اللي صار السؤال كيف نشير كيف منحكي عن الحدث الصادم أولاً منحكي ومنيجي منعطي شرعية للطفل منيجي مثلاً طفل اللي صار حادث سير صعب وتوفى بحادث السير والده لهذا الطفل فإحنا منيجي منقول للطفل إحنا منعرف إنه فيه إشي صعب كتير صار بعد ما نعطي شرعية لللي صار منيجي منربط اللي صار مع مشاعر الطفل منيجي منقول للطفل الحادث السير اللي صار ولإنه الوالد توفى فإحنا منعرف إنه هذا إشي محزن كتير وهذا إشي بيوجع كتير هذا الإشي ممكن يوجع كل الولاد بالعالم وكمان بيوجعك أنت بعد ما نربط بالمشاعر إحنا منربط بالسلوك لإنك أنت متوجع ولإنك أنت حزنان على البابا كمان أنت صرت خايف وبطلت تعرف تنام لحالك بالغرفة أو بطلت تقبل تقعد بسيارة لإنك أنت خايف إنه يصير كمان مرة حادث سير معك فإحنا منعطي ثلاث مراحل أولا منقول إنه فيه حادث صار تانيا منحكي عن مشاعر الطفل تالتا نربط مشاعر الطفل مع السلوكيات اللي عم بيختبرها الطفل رابعا منيجي منقول له إحنا موجودين هون عشان نساعدك وإنتي مش راح تكون لحالك مظبوط هلأ أنت متوجع وحزنان ويمكن دايما راح يضل للواحد حزنان بس إنتي مش لحالك وإحنا موجودين عشان نساعدك مهم جدا نذكر المهنيين إنه الأطفال هن مشاهدين ومراقبين ممتزين ولكن هن محللين سيئين بمعنى إنه الطفل فيش عنده تنظيم صحيح للأحداث اللي بيشوفها وقد يفسر الحدث بطريقة اللي فيها تمركز ذاتي مثلا الطفل ممكن يقول أنا محليتش وظايفة أو طلع من الأبوي من البيت الصبح وهو زعلان عشان أنا مش حالة للوظيفة عشان هيك ساوى حادث ومات يعني بمعنى الطفل بأخذ على نفسه النار والذنب وهون دورنا كأهالي في الحديث مع الطفل تنظيم المعلومة وإعطاء التفسير الصحيح وما نخاف من إعطاء التفسير الصحيح هذا هو اللي رح يساعد الطفل بحياته أكيد الاعتراف إنه الإشي صار ونعطيه مساحة يعني هون بتحكيه عاد إنه عم نرجع كمان مش بس مش عم نربط الأحداث اللي صارت ببعضها كمان عم نرجع القاعد الآمن اللي الطفل في حالة الصدمة اللي حكينا عنها من قبل اللي هي تزحزحت أو انهزت من تحته أساس هيك كمان صارت الصدمة فالإشي عم جد كتير مهم إنه نحكي نحكي الصدمة أبحاث كتير صارت بالعالم ميادة اللي أشارت إنه التواصل العاطفي الآمن والحديث المباشر في داخل البيت بساعد الطفل إنه يجابه المشكلات الخارجية اللي بتواجهه أو المشكلات والصدمات الداخلية يعني أكتر مركب اللي بساعد على مجابهة الصدمة من أي جهة كانت هو مركب التواصل التواصل الكلامي والتواصل العاطفي اللي بيصير إنه في حالة الصدمة أحياناً الأهالي بتجنبوا بدل ما يكون في عنا تواصل بيصير في عنا تجنب للتواصل مش لإنه تجنب طبعاً وامتناع لإنه هن نفسهم في حزنهن هن نفسهم مشغولين في الصدمة الذاتية تبعتهم فإحنا كمهنيين بدنا نساعد كمان الأهل وكمان الطفل لبناء القاعدة الآمنة المرتكزة على التواصل أكيد إشي كتير مهم بتخيل كمان مش بس المهنيين يعرفوا أو المختصين كمان بتخيل كأهل كأب أم والديان جداد اللي بفكروا يربوا أطفالهم قديش مهم الإشي كمان يعرفوا بعرفش قديش هذا الإشي معروف أو الأهل بتعلموه في يومهم يومي أو كأهل بتحضروله أصلاً أو بيكونوا جاهزين له مع كل الصدمات المنمر فيها كمان مزبوط أنا كمان أهل وأنت أهل وإحنا عادة نتحضرش للصدمة إحنا نتحضر للأشياء الجميلة إحنا نتوقع الحياة الجميلة ولا حدا بيحضر حاله لحدوث مأساة ولكن المقاسة تحدث ولما بتصير هاي المأساة كمان إحنا كبالغين بدنا يكون عنا على إيش نستند نستند على معلومة نستند على أصدقائنا نستند على مهنيين اللي يساعدونا في الحديث مع أطفالنا هلأ كل ما كان التواصل ما قبل الصدمة جيد وآمن وقريب ومحب كل ما هذا ساعدنا إحنا بإنه إحنا نقدر ندعم أطفالنا بتخطي الصدمة هلأ إجمالا إحنا لا نتحضر لدور الوالدية يعني كل إشي بالدنيا إحنا منتعلمه بالجامعة إلا الوالدية نتعلمها بالحياة فالوالدية الإيجابية أو الوالدية الأقل إيجابية هي شيء إحنا عم نختبره الصح إنه إحنا كأهالي نرجع دايما نراجع أنفسنا ونصوب والجميل بالأطفال إنه هن بمرحلة النمو المستمر يمكن التصويب حتى لو سوينا أخطاء حتى لو أغفلنا يمكن التصويب وإعادة توجيه البوصلة لمحلها الصحيح أكيد بحسوا إنه في حدا اللي عن جد شايفهم في حدا معطيهم مساحة للأطفال في حدا اللي يعتمدوا عليه كمان في حالة أحداث صادمة أو أحداث صعبة كمان بحياتهم في حدا اللي بحسوا ظهر آمن لإلهم برأيك شو المهم للمهنيين والمختصين اللي عم يسمعونا حاليا من معالجين طواقم طبية كمان تربوية ياخدوا من هاي الحلقة حتى يساعدهم في شغلهم اليوم يمتعاملهم مع الصدمة للأطفال أو مع الأطفال أولا إنه الأطفال بيختبروا الصدمة بنفس الصعوبة اللي بيختبروها البالغين إذا مش أكتر تانيا الصدمات اللي بتمر على الأطفال إلها أثار بعيدة المدى زي ما حكينا على صحتهم الجسدية والبدنية كان في بحث جدا ضخم اللي شمل تقريبا 17 ألف طفل وقارنوا ما بين صحتهم النفسية وعدد الصدمات اللي اختبروها الأطفال وهن صغار لعدد لصحتهم الجسدية كبالغين وكانت النتائج صادمة الأطفال اللي اختبروا صدمات أكثر عمليا توجهوا وطلبوا المساعدة الطبية أضعاف الأضعاف من الآخرين النساء خاصة منهم يعني اللي كانوا إناث في الطفولة اختبروا أمراض مثل أمراض ضعف جهاز المناعة والأمراض السرطانية بنسبة 20% أكثر جودة الحياة وطول الحياة نزل بمستوى ما يوازل 20 سنة يعني الصدمات النفسية في الطفولة هي بتقلل من مدى الحياة فحتى لو الطفل اليوم ما أبدى خارجيا ردود فعل هذا لا يعني إنه ما ترك الأمر أثر شديد على نفسيته للطفل هاي الشغل الأولى الشغل الثاني اللي إحنا بنا ننتبه لها كمهنيين إنه إحنا بنا نحكي مع الطفل الحقيقة والطفل طبعا حسب عمره بس هو قادر يتعامل مع الحقيقة وما نخاف من إنه إحنا نفسر الأحداث أحيانا الطفل مثلا الوالد إحنا حكينا توفى بخاف إنه أمه كمان تموت فبقولها إنتي كمان بدك تموتي وهون المهني بيجي بخاف يقول إنه أنا شو الضمان اللي بدي أعمله عشان هقوله لأ إمك مش راح تموت بركي هي راح تموت كمان جوابي هون للمهنيين إنه تعال نتطلع على شو نظام الحياة نظام الحياة عادة الأهالي ما بيموتوا بسنة ثلاثين بل بيربوا ولادهم وبكبروهن وبعتنوا فيهن لأجيال كبيرة فمش غلط إنه إحنا نرجع للأهالي وللأطفال نظام الحياة إنه قل له أنت كطفل فقدت والدك مثلا ولكن أنا كأم راح أضلني حدك ورح أحبك لتنك أنت تكبر كتير كتير وتصير عندك كمان أنت عيلي ويصير عندك مهنة وتقدر تعيش لحالك فكتير مهم كمهنيين ما نخاف من إنه إحنا نرجع ننظم نظام الحياة الملاحظة الأخيرة إنه إحنا بدنا نعرف إنه حتى الأهالي اللي نكلوا بأطفالهم مثلا أهالي اللي كانوا يدربوا أو أهالي اللي كان عندهم مرض نفسي مزمن ونتيجة هذا المرض ما قدروا يعتنوا بالطفل إحنا مهم نعرف إنه الطفل هذا اللي كان ضحيي نوعا ما لأهله لا يزال يحبهم يعني سجية الأطفال إنه يحبوا أهاليهم فإحنا ما نلغي مشاعر الطفل قد يكون عنده بلبلي بس إحنا بدنا نصوب له إياها بدنا نقول للطفل إنه أنا بعرف إنك أنت بتشتاء لأهلك أنا بعرف تشتاء لأبوك تشتاء لأمك أنا بعرف إنك بتحبهم ولكن أهلك ما قدروا إنه يعتنوا فيك زي ما لازم أو ساوي سلوك اللي هو سلوك سيء كتير فعشان هيك إحنا موجودين عشان ينساعدك وبينفع تظل لك تحبهم يعني سجية الأطفال إنه يحبوا أهاليهم وهاي واحدة كمان من مشكلات المهنيين اللي بصير بده يساعد الطفل يقطع يمحي ينسى وهذا مش مزبوط أكيد وأكيد ترابط هذا كمان معه مع الطفل بين الطفل وعيلته وأسرته كتير مهم كمان لا يرجع له كمان القاعدة الآمنة اللي حكينا عنها إنه الطفل بحاجة لهاي القاعدة الآمنة تبقى لأنه بنفسه عن جد بحس إنه آه ممكن كان صعب على أهلي وعملوا معي هيك بس أنا بحبهم أنا بدي أبقى معهم أنا ما بدي أتركهم وهون كمان برتبط بالإشي بالأبحاث اللي عم بتصير حالياً اللي هي بتتوجه كمان تسمع الأطفال وتسمع صوت الأطفال والدخله لحتى نفهم الصورة كمان من زاوية الطفل نفسه بدي أشكرك يعاد شكراً كتير لكتير لإلك ولوجودك معنا اليوم كان عن جد حلقة مثرية ومهمة لإلنا وللمهنيين اللي عم بسمعونا شكراً إلك كمان وأنا كنت في هيك رسالة اللي بحب أقولها إنه إحنا اليوم تحدثنا على الصدمات عند الأطفال ولكن بدنا نتذكر إنه زي ما الطفل قد يختبر صدمة وأوجاع أطفالنا عندهم كمان مقومات من الصلابة من الصمود من الجلد النفسي وهاي المقومات راح تساعدهم على الاستشفاء فإحنا نشوف كمان الصدمة وكمان ضروري جداً نآمن بقدرة الطفل على الاستشفاء وعلى النمو وإذا إحنا منتطلع حوالينا بنشوف قديش أطفالنا العرب عم بيختبروا صدمات متتالية ولكن بغالبيتهم العظمة بيطلعوا محبين للحياة ومنتجين ومبدعين وبستمروا في مسيرتهم فهاي كمان صوت إحنا كمؤسسات وكمعنيين لازم نخليه ببالنا الطفل يختبر صدمة ولكن يحمل في طياته في داخله مقومات صمود وهذا شي مهم حلو كتير شكراً كتير كتير لإلك يعاد شكراً لمستمعينا ومستمعاتنا سنكون كتير ممتنين إذا بتقيمونا على سبوتيفاي وأبل بودكاست بيسعدنا أيضاً إنكم تنضموا لمجموعة الفيسبوك وقت للطفل في البث الصوتي اللي ما حتخروب هناك بإمكانكم التعليق أو السؤال أو الإضافة لكل ما سمعته هون اليوم لحلقات أخرى من بودكاست وقت للطفل بتلاقوها في جميع تطبيقات البث الصوتي وأيضاً على موقع الإنترنت لما حتخروب شكراً جزيلاً لشركة شيما على تسجيل الحلقة ولمحررة الحلقة توفا شيما نوف